الآن التقنية الاعتيادية للضرب إذن وضع العملية عمودية وإنجازها كتوضع العملية بها الطريقة 27 في 12 إذن دهنا درك لكم الألوان اللون البرتقالي كيعني الضرب في الوحدات واللون الأزرق كيعني الضرب في العشرات إذن ننتبه نبدأ دائما من الوحدات 2 في 7 كم تساوي 2 في 7 لحافظة طول الضرب سيكون عارف أن 2 في 7 14 اللي ما حافظت يحسبها تساوي 14 شنو كنديره عندنا 14 كنكسبه فقط 4 ونحتفظ بهذه العشرة في الجانب حتيجي وقتها ونزيدها مع العشرتها هي في الجانب ثم ننتقله إلى الضرب في العشرت 2 في 2 تساوي 4 الآن جوقت الاحتفاظ زائد 1 تساوي 5 وهكا كنكون انهيت ضرب في الوحدات وانتقله إلى العشرات يعني غادي نضرب في عشرة ولكن قبل أن انتقل إلى العشرات خسين نوضع هاد النقطة هنا كيف كتشوفو هاد النقطة علاش وضعناها هنا لأننا انتقلنا إلى العشرات والجواب اللي غادي نضربوه غايعطينا العشرات إذن في خاصة تكتب خاصة تكتب في العشرات يعني هنا ماشي هنا إذن باش ما نكتبوش تحت الوحدات كنوضعو هاد النقطة هنا تحت الوحدات وهكا نتفادوا أننا نكتبوه تحت الوحدات وأقول 1 في 7 7 فين غا نكتب 7 ها هي تحت العشرات لأن هنا ملقت المكان بالنقطة إذن خاصة تكتب تحت العشرات ثم أضربوه في اتناني 1 في اتناني اتناني وهكا كنكون أنهيت الضرب في العشرات شنو هندير في المرحلة التالية كيف شفنا هنا يا عدنا الجامع جامع الجدى أين إذن غادي ندير عملية الجامع 4 زائد لا شيء 4 7 زائد 5 12 أكتبو اتناني وأحتفظو بالواحد 1 زائد اتناني تساوي 3 confusion xaro 3 7 2 6 5 6 6